السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مجددا اليوم سنعمل مفرشة في غاية السهولة والجمال وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخرين بسم الله نبدأ أولا بحلقة سحرية ثم نرتفع بسلسلة والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس الحلقة سنشتغل فيها عشرة غرز حشو واحد اثنان وعشرة ثم سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة ثم سنقفل بمزلقة في أول غرز حشو مدعنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور الثاني سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم سنشتغل عمود بلفة في هذه الغرزة لكن العمود بلفة هذا سيكون مختلفا قليلا سنشتغل بهذا الشكل دائما نلف الخيط حول الإبرة ونخرج من حلقتين لكن هذه المرة لا سنلف الخيط حول الإبرة ونخرج من حلقة واحدة فقط نعود ونلف الخيط حول الإبرة ونخرج من الحلقة الثانية ثم للمرة الثالثة نكرر بهذا الشكل سيكون العمود بلفة ثم مباشرة إلى الغرزة التالية ونشتغل فيها عمودين بلفة بنفس الطريقة ثم سنخرج من حلقة واحدة واحد اثنان وثلاثة غرزة التزايد في نفس الحلقة عمود بلفة ثاني ثم سنخرج من حلقة واحدة فقط واحد اثنان وثلاثة بهذه الطريقة سيكون العمود بلفة وهكذا سنكرر في كل غرزة سنشتغل عمود غرزة التزايد عمود بلفة بهذا الشكل سنكرر حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل من مزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور سيكون لدينا عشرون غرزة والآن سنبدأ بالدور الثالث سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بسلسلة كفراغ ثم عمود بلفة في الغرزة التالية مباشرة وايضا سنشتغل العمود بلفة بنفس الطريقة السابقة ننف الخيط حول الإبرة ونخرج من حلقة واحدة فقط ونكرر ثم نرتفع بسلسلة كفراغ وهكذا سنكرر عمود بلفة في الغرزة التالية مباشرة نخرج من حلقة واحدة واحد اثنان ثلاثة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنرتفع بسلسلة ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور الرابع مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من سلسلة واحدة ونشتغل فيها حشوة ثم نرتفع بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة واربعة ثم نترك الغرزة التالية وحشوة في الفراغ المكون من سلسلة واحدة فقط وهكذا سنكرر نرتفع بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة واربعة حشوة في الفراغ المكون من سلسلة واحدة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بهذه الطريقة سنرتفع بسلسلة ثم سنشتغل عمود بلفة في أول غرزة حشو بدأنا بها الدور نخرج من حلقة واحدة فقط واحد اثنان ثلاثة وهكذا سنحصل على حلقة بهذه الطريقة وسيكون لدينا عشرون حلقة في هذا الدور والآن سنبدأ بالدور الخامس سنرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة اربعة وخمسة مباشرة إلى الحلقة التالية المكون من أربعة سلاسل ونشتغل فيها غرزة حشو وهكذا سنكرر نرتفع بخمسة سلاسل اثنان ثلاثة أربعة وخمسة حشو في الحلقة التالية مباشرة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بهذه الطريقة سنرتفع بسلسلتين وسنقفل عمود بلفة هنا في العمود بلفة التي قفلنا فيها الدور السابق بنفس الطريقة هذه الغرزة عمود بلفة سنقفل فيها بعمود بلفة نخرج فقط من حلقة واحدة والآن سنبدأ بالدور السادس لنفس الطريقة سنرتفع بستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة مباشرة إلى الحلقة التالية المكون من خمسة سلاسل ونشتغل فيها غرزة حشو وهكذا سنكرر نرتفع بستة سلاسل ثلاثة أربعة خمسة وستة حشوة في الحلقة التالية مباشرة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بهذه الطريقة سنرتفع بثلاثة سلاسل ونقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التي قفلنا فيها الدور السابق والآن سنبدأ بالدور السابق سنرتفع هذه المرة بسبعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة مباشرة إلى حلقة التالية وبنفس الطريقة سنشتغل فيها غرزة حشوة وهكذا سنكرر نرتفع بسبعة سلاسل أربعة خمسة ستة وسبعة حشوة في الحلقة التي تليها مباشرة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بأربعة سلاسل ونقفل بنفس الطريقة السابقة عمود دلفة في غرزة العمود بلفة التي قفلنا فيها الدور السابق والآن سنبدأ بالدور الثامن سنرتفع بثمانية سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية وحشوة بالحلقة التالية مباشرة وهكذا سنكرر نرتفع بثمانية سلاسل حشوة بالحلقة التالية مباشرة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنرتفع بثمانية سلاسل ثم نقفل بمنزلقة في غرزة العمود بلفة التي قفلنا فيها الدور السابق نرتفع بثمانية سلاسل نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنبدأ بالدور التاسع وسنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الخيط بهذا الشكل ثم في أي حلقة سندخل الإبرة ونسحب هذه العقدة ثم نرتفع منها بثلاثة سلاسل كعمود بلفة والآن سنشتغل أربعة أعمدة بلفة في نفس هذا الفراغ بنفس الطريقة واحد وخمسة ثم نرتفع بسلسلة واحدة ثم نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه خمسة أعمدة بلفة بنفس الطريقة واحد وخمسة بهذا الشكل سيكون ثم نرتفع بسلسلة واحدة وسنكرر مباشرة إلى الحلقة التالية ونشتغل فيها خمسة أعمدة بلفة واحد وخمسة ثم نرتفع بسلسلة واحدة ثم نعود مباشرة إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه خمسة أعمدة بلفة واحد وخمسة ثم نرتفع بسلسلة وإلى الحلقة التالية وسنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وعندما نصل إلى نهاية الدور وقبل أن نقفل سنرتفع بسلسلة واحدة ثم منزلقة هنا في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور العاشر سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمد بلفة ثم عمد بلفة في أربع غرز متتالية حتى نصل إلى الفراغ المكوم من سلسلة واحدة واحد وأربعة ثم في الفراغ التالي المكوم من سلسلة واحدة سنشتغل فيه عمودين بلفة بنفس الطريقة واحد اثنان ثم نرتفع بسلسلتين ثم مرة أخرى في نفس الفراغ عمودين بلفة واحد واثنان ثم عمود بلفة في خمس غرز متتالية واحد وخمسة بهذا الشكل ثم نرتفع بسلسلة واحدة وسنترك دائما هذا الفراغ الموجود بين مجموعتين ومباشرة إلى القوس أو المجموعة التالية وسنكرر بنفس الطريقة عمود بلفة في خمس غرز متتالية حتى نصل إلى الفراغ المكون من سلسلة واحدة واحد وخمسة ثم إلى الفراغ المكون من سلسلة واحدة نشتغل فيه عمودين بلفة واحد واثنان نرتفع بسلسلتين عمودين بلفة في نفس الفراغ واحد واثنان ثم عمود بلفة في خمس غرز متتالية واحد وخمسة ثم نرتفع بسلسلة ودائما سنترك هذا الفراغ المكون من سلسلة الموجود بين مجموعتين وإلى المجموعة التالية وسنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور بنفس الطريقة سنرتفع بسلسلة واحدة ونقفل من منزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والان سنبدأ بالدور الحادي عشر وسيكون تكرارا للدور العاشر بنفس الطريقة نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم عمود بلفة في ست غرز متتالية حتى نصل إلى الفراغ المكون من سلسلتين ودائما عندما نشتغل العمود بلفة سنخرج دائما من حلقة واحدة وهكذا بنفس الطريقة السابقة واحد وستة ثم في الفراغ التالي المكون من سلسلتين سنشتغل بنفس الطريقة عمودين بلفة واحد واثنان نرتفع بسلسلتين نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه عمودين بلفة واحد واثنان ثم عمود بلفة في سبع غرز متتالية واحد وسبعة بهذا الشكل سيكون ثم سنعود ونكرر نرتفع بسلسلة واحدة وإلى المجموعة التالية وبنفس الطريقة سنشتغل عمود بلفة في سبع غرز متتالية ثم نكرر كما فعلنا هنا في البداية حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور نرتفع بسلسلة ثم سنقفل بهذه الطريقة نترك حلقة العمل وندخل الإبرة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور من الخلف ثم نسعب حلقة العمل إلى الخلف نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط ثم سلسلة حلقة القزيز ثم سالسلة